كي بدأ الفيلم دينام عمرة كبيرة وهي كتعود للدراري الصغار على قصة بطل أسطوري سميته ماوي واللي كيقدر يتحول أي شكل وأي حيوان بغى بواحد الخطاف ديال الصيد سحري ماوي كانت عنده واحد الجوهارة لأصلها من جزيرة تافيتي وهذا الجوهارة هي القلب ديال الجزيرة وبلبيها الجزيرة غادي تحول الضلام في واحد النهار بدأ ماوي كيحرب قوى الشر والنار اللي غلبو عليه وطيحوه وطاحلوه الخطاف مع الجوهارة فقع البحر مر مداز ألف عام كيبان باللي هاديك قوى الشر غاهدة وكتاكل في الجوزور وغادي توصل حتى لعندهم وسط هد القصة كانت بنت وحدة اللي متحمسة بزاف واسميتها موانا كملات المرهة درتها وقالت كين غير شخص واحد اللي غادي يدير هد المغامرة ويمشي لرحلة ما وراء حدود الجزيرة والموحيط هو اللي غادي يختاره باش يرجع قلب تافيتي ويعتق كل شي شوية جباين موانا اللي هو الزعيم ديال القرية حب اسمه من المعودة القصة وقال لها ما كين لاش هد الشي ما محتاجينش لشي باطل بارا كعلينان بخوف هد الجزيرة محميين وما فيها حتى شي شر موانا خلات ببوها وجدها مناقشين وخرجات كتلعب على بره وصلت لحتى البحر ولقات واحد الفكرون صغير وبقات معاه حتى وصلاته اللي ما وحيداته من الخطر والشمش على بره شوية دخلت حتى هي للبحر وبدال البحر كيدير لها طريق فوستو حتى دخلات وبدأت كتلعب مع المماش وهنا خرجت لي هالجوهارة تافيتي ولكن هي ما عرفاتهاش جاباها كي يجري من موره وخرجها من الماء وقال لها ما خاصكش تبقيت خرجي بوحدة وعطاها لممها وقال لها ترد لها البال حيث هي اللي غدي تولي الزعيمة ديال القرية من بعده دهزو العوامات ومواناة كبرات ومازال متعلقب بها فوحد النهار خرجات معاه ودهر لمقر السري ديال الزعاماء وقال لها غدي يجي النهار اللي غدي تحطي تانتي الحجرة ديالك كيف مدرت أنا وجدودك واكد عليها وقال لها انتهي المستقبل ديال الجزيرة من هادك النهار وهي كتحاول تطبق كلام بها وبدأت كتعاون السكان ديال الجزيرة في الفلاحة والصيد وفي كل شي واحد النهار جابوا لي هالسكان ديال الجزيرة المحصول ديال الكوكل اللي يجمعوه ولكن طلع كله خاسر قالت لي هم خلينا نقطعوا الشجر اللي يمريد ونزرعوه شجر جديد بهذا الأفكار ديالها والتفهم خلت الناس ديال القرية كلهم كيبغيوها وبباها كان فخور بيها بزاف وعاود في واحد النهار ترات مشكلة واحد آخر الصيادة ما بقاوش لقاو الحوت والشباك كيتلعو خاويين بدأت كتفكر والحل اللي كتقولوا لي هم كيقولوا لي هادرناه منين ما بقى حتى حل قالت لي هم يجربوا يصيدوا في شي بلاصة بعيدة على الجزيرة هنا بباها تعصب وقال لها حتى أحد ما سيخرج على الحدود ديال الجزيرة حيث هذا الشي خطير بزاف على الناس ديال القرية مواناة قلقات بزاف منه جات عند همها وبدأت كتشرح ليها لماذا بباها أخذ موقف من هذا الشي وعاودت ليها على السر من هذا الشي في واحد النهار بباها هو ما زال شاب خاطر ودخل لوسط البحر مع صاحبه تماجه وموج عاليين وغرقوا صاحبه بباها حاول يعتقوه لكن ما قدرش ومن تمه هو خايف على أي واحد من هاد القرية وما بقى بغيته واحد يدخل لوسط البحر وخام موانا سمعت هاد الشي اللي فراسها فراسها خدات المركب ديال الخشب ودخلت للبحر مع الخينزير ديالها الصغير وهي وسط منه غلبوا عليها المواج بغت تعتقل الخينزير ديالها فطاحت وسط البحر وضربات رجلها في الحجر اللي تحتلمها وما خرجات تكنت غادي تموت ولقات رجلها مضروبة جات عندها جداها فحولت موانا تخبع عليها رجلها ولكن عاقت بيها وقلت ليها من ديما كالرأس قاسح وما كتسمعيش وهنا موانا سولتها على القيصة ديال البحرات للجزيرة شحال هادي وبقات كتتمشى معها وتعود ليها حتى وصلوا الواحد لكهف مهجور وكان مسدود قلت ليها هنا كينسيرد القبيلة ديالنا القيصة اللي ما قدر حد يعودها لحد فتحات وخلتها تدخل موانا تضمات من عدد السفن الكبير اللي قد تم دربت في الطبال كيفما قالت ليها جداتها فشعلوا الشوالات ديال اللي عافية وبقات كتشوف وكتستكشف وسمعات صوت غريب وقدرات تعرف باللي قبيلتها كانت من الرحالة سولت جداتها على السبب اللي خلهم يحبسوا التيرحال جداتها قالت ليها منهر غبرماوي القوة ديال الشر والتي تكتبان في كل بلاصة وباش قائد القبيلة يحميهم قروا يستقروا ويحبسوا التيرحال ولكن هذيك القوة من ديما تبعهم في مامشة ومن جزيرة لجزيرة وقالت ليها باللي الموحيط تختارها هي باش ترجع لنا ماوي وترجع قلب تافيتي موانا تفاجأت علش تختارها الموحيط هي بالضبط ولكن بقت متحمسة باش تكمل الرحلة ومشات كتجري عند ابا هالي كان دير اجتماع مع الناس ديال القبيلة وقالت ليهم على السفن يقلبوا على ماوي ابا هاته الصبع ليها بزاف وقال لها كان خاصة نحرق هذوك السفن من شحال هذي وحتى فكرات هذا القلب لم يدخل لها رأسه من بعد كنشوفوا جداتهم هي على فراش لموت وقبل ما تودع وصات موانا باش تكمل الرحلة وتقلب على ماوي وعطاتها سنسلتها اللي فيها قلب تافيتي موانا اخذاتها ومشات للكهف هزات سافينة ودخلت بها البحر بوحدها وهي وسط البحر تمك يخرج لها الفروج اللي يركب معها بلا ما تشوفه طاح في البحر وتبعاته باش تجبده وفي كل مرة كي طيح كتعاوض تطلعه حتى حطاته في واحد الفتحة في المركب باش يتبت موانا بقتل اللي الكل وهي كتواجه في المواج وكتحاول تنعس حتى فيقوها المواج والقطرسها وسط عاصفها من البرق والمواج العاليين فاقت في النهار الثاني والقطرسها على الرملة وسط جزيرة غريبة ومكتعرفهاش تأكدات بعد من السنسلة ديالها وتعصبات من البحر لفع عوض ما يعاونها هرس لها السافينة ولاحف جزيرة فيها غير هي بوحديتها شوية بدت كتشوف رسومات فيهم الخطف ديال ماوي السحري تما كيبان لها خيال ديال شي حد كبير موانا تخلعات ومشات كتجري مع الفروج وتخبعات تما كتشوف قدامها البطال ماوي ليهزها وحطها في واحد الكهف ومخليهاش تهدر فين ما كتبغي تهدرك يحبسها من بعد خدا السافينة والفروج دياله وشد البحر تبعاته كتجري ومن ظهرها المهزها وحطها عنده في السافينة وفي كل مرة كيرميها في البحر لما كي عاود يحطها ليه في السافينة حاولات تقنعه ووراته الجوهارة ديالتا فيتي باش يرجعها البلاستا غير شاف الجوهارة خداها ورمها حتى هي في البحر ولكن لما عاود رجعها ليهم سولاته واش خايف من الجوهارة فقلها هدي ماشي جوهارة هدي العناقة تبقى تابع الإنسان حتى كيموت شوية حتى كيبليهم قاراصيناء لشكل جوز لهند كبير شافهم ماوي وهرب من تمب السافينة ولكن القاراصيناء قدروا يوصلوا عليهم حاولوا ياخدوا منهم الجوهارة ولكن خداها الفروج وكلها هنا القاراصيناء سرقوا الفروج منهم موانا طلبت من ماوي عاونها باش ترجع الفروج ولكن هو ما بغاش فاضطرات تمشي عندهم وفعلا تلاحت عندهم وبقات كتتحارب معاهم حتى رجعت الفروج ورجعت السافينة ديالها الفروج خرج الجوهارة من فمه واخداتها منه موانا ماوي تصدم للقوة والجرأة ديالها وقلها الرحلة ديالها خطيرة وما زال غادي تلاقى بكتر من هاد الشي هنا بدت تقنع فيه باش يمشي معها في هاد الرحلة وهو ما بغاش عوتاني قلت لي هالناس كلها ما كتشوفك ش باطل حيث من النهار مشيتي كل شي كيعتبر كتر قطي قلب تافيتي وخليتي البلاد في اللعنة لا فلاحها كتصدق ولا حوت للصيد بقى وإلا بقيت حتى رجعت الجوهارة البلاستة غادي تكون باطل ديال بالصح وتنقد العالم هنا ماوي محملش هاد الشي وقلها خاصني ضروري يكون الخطف السحري ديالي باش نقدر ندخل لهذه الرحلة تم تفقات معه باش يقلبوا على الخطف دياله ومن بعد بداول رحلة لتافيتي هي طلبات منه يعلمها كيفاش تكون بحارة ديال بالصح وتصلح المركب وكيفاش تحسب النجوم في الليل وهو مناعسين حلمات موانا وفقت مخلوعها بزاف لقى وراثهم وسطول مملكات الوحوش وهنا فين كان الخطف ديال ماوي ماوي طلب منه تسنه في الباطو وهو غادي يدخل ويجيبه ولكن ما سمعتش لي وطلعت من الجبل حتى وصلت للقمة دياله اللي تفتحت لها فتحا فيه وانقزات فيها فلقت راسها وسلمة وهنا وصلت للمملكة ديال الوحوش وتخلعات فاش لقات قدامها كائنات بحرية كتخلع ولكن قدرت توصل للخطف وبقات كتش تنتيبه ملك الوحوش اللي كان سلطاعون كبير باش ماوي ياخد الخطف دياله والملك فاش شدها كانوا استغرب كيفاش قدرت تختار قوة صلحت لعندهم من بعد فاش خرجوا سالمين ماوي يشكرها بزاف حي تعاوناته وقل لها را قوة الشر صعيبة بزاف ولكن موانا وقررت تكمل المهمة ديالها باش تعتق شعبها هنا بدأ ماوي كيعود لها على قصته فشر ماوي عائلته في البحر حيث ما كانوش بغينو هنا اخذاته قوة الخير وعطاته الخطاف ومن ثم هو كيدير الخير ولكن فاش شف هدوك الناس مايستاهلوش قرر يوقف هاد الشي موانا قالت ليه ره ماشي قوة الخير اللي خلتك تدير الخير وإنما أعمالك هما اللي فيهم الخير وهو قتنع مهدرتها وقرر رحته ويكمل مع هالرحلة وصلها وخدم من هالجوهارة وتحول نسر وطر للجزيرة اللي كتحاول تحبسه بالحمامة البوركانية ورماته بعيد فطاحت منه الجوهارة في الماء واحتمل الخطاف تحرق بسباب العافية هنا طع الصبع لموانا وقال لها انتي السباب اللي جبتينا اللي هنا وانا بلا خطاف مساوي والو وما يمكنش ندخل للجزيرة موانا ماسمعتش منه وما زال مقرر تدخل للجزيرة هنا تحول نسر من راخرة وطار ومشى موانا بدتك تغوت وتعصبات على البحر وقلت له علش خطاريتيني إلا كنت انا الشخص الغالط وطلبت منه يختار شي حد مناتب اللي يعطيه الجوهارة ويتهنه مور شوية جات موجه هزاتها وخرج واحد النور في شكل وهي تشوف جداتها عنقاتها وبكات هنا عاود جمعات قوتها وقررت تكمل وما تتراجعش هبطات جابت الجوهارة وصلحت السفينة وكملت بوحدها ومشيت للجزيرة خرجت لها قوة الشر عاود ولكن هاد المرة دارت موانا على الجزيرة وطاحت منها الجوهارة عاود في الماء واحتى السفينات قلبت بيها هنا جام ويعتقها فاشكرات وحيترجع لعندها وبدأوا كيتحاربوا مع قوة الشر اللي ضمرت له الخطة فهاد المرة في خطرة موانا هنا عرفت بلي الجوهارة بلاستها هي القلب دي القوة الشر هزات الجوهارة الفوق وخلات قوة الشر جي كجري لجهتها وهي بلا خوف مشت كجري لجهتها حتى حطت لي هالجوهارة في القلب وفي البلاست تحولت من قوة الشر الجزيرة خضرة وزوينة ماوي تلبس سماحة متافيتي حي تسرق من هالجوهارة وهي سمحات ليه وصلحات الخطة في دياله أما موانا فعن نقاط الماليكة ديال الجزيرة اللي اعطاتهم سفينة جديدة باش يرجعوا بيها وعن نقاط موانا ماوي ودعاته ومن بعد رجعات القبيلتها اللي كانوا فرحانين وفاخورين بيها بزاف حيث رجعت ليهم الحياة ورجعات القبيلة اللي ترحل بسبابها وقبل ما نقول لكم الفيلم ديالنا سالة غادي نطلب منكم تدخلوا عندي للفيسبوك هنخلي لكم الرابط في الوصف وفي أول تعليق رحك نحط الملخصات في نفس الوقت مع اليوتيوب لصحاب نجمة ستة نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية تلاو وانتلاقاو في الفيديو الجاي